اشتركوا في القناة اخواني اخواتي سادتي السيداتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتوجه اليكم بهذه الكلمة المقتضبة بمناسبة احتفال جماعة العدل والاحسان بدكرى الاربعين عاما من عمرها احتفال نتذكر فيه ما من الله بي علينا من نعم خلال هذه المدة فنزداد شكرا لله طمعا في المزيد قال تعالى لئن شكرتم لازيدنكم ونتواصل فيه مع اخواننا نطلعهم على بعض انشطتنا وبما ننوي القيام به طلبا لنصحهم وتوجيهاتهم واقول وبالله التوفيق اننا نعتبر صحبتنا لمؤسس الجماعة الاستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله من اعظم النعم التي من الله بها علينا فهذا الرجل هاله ما تعيشه الامة من احوال المزرية فعكف على باب الله شهورا واعواما يستخير الله تعالى ويستلهمه طريق الخلاص بعدما من الله عليه بمعرفته فهداه الله تعالى الى رسم خطة تسهم في تجديد دين الامة والنهوض بها اسماها المنهاج النبوي تربية وتنظيم وزحفة تأسيا بخطى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ترجمها الى واقع ملموس حيث ربى عليها أجيالا من المؤمنين والمؤمنات ورثوا منه روحانيته وهمته وشجاعته وتبتله وهم لقاء الله والاهتمام بأمر الله كل حسب استعداده وتعلموا على يديه أنجع أساليب التدبير والتسيير والدعوة وألطف طرق التعامل الرفيق مع الوالدين والأولاد والأزواج وعامة الناس وارتبطت أرواحهم به وببعضهم البعض فأصبحوا بنيانا مرصوصا وأصبح لكل فرد منهم ذكرا أو أنثى نصيب من الورد النبوي وجلسات للذكر والدعاء والاستغفار وحفظ كتاب الله وتلاوته وصيام الأيام الفاضلة بلها الحضور في المجالس التربوية والتعليمية والتكوينية التي تقيمه الجماعة هذه التربية هي التي بنت جماعة العدل والإحسان وأحيت أجيالا من الشباب انتشرتهم من الغواية والضلال وغرست فيهم معاني الفضيلة والرجولة فكثير منهم أصبحوا اليوم أطرا وكوادر يضرب بهم المثل في الجدية في العمل والتفاني في خدمة الوطن كل حسب تخصصه وفي المجال المعرفي أبرزت هذه التربية طلائعة من الباحثين والكتاب والعلماء والدعاة يشفون الغليل في محاضراتهم وندواتهم وحواراتهم وبحوثهم الفكري العميقة التي بدأت تفد على المطابع والمكتبات ولم يكن المجال النسوي أقل استفادة من هذه التربية فهو وإن تأخر نسبيا تأسيسه فهو اليوم يضاهي تنظيم المؤمنين عددا وفاعلية ومشاريع وقد يتفوق عليه في بعض الأحيان فللمؤمنات في جماعة العدل بإحسان استقلال كامل في تدبير شؤونهن التربية والتعليمية والدعوية وغيرها وبرز منهن رائدات في مجالات شتى كل ذلك في تنسيق وتعاون بين المؤمنين والمؤمنات فيما هو مشترك من الأعمال والمهام والوظائف أما المجال السياسي والحقوق والنقاب فلا يخفى على المتتبع ما تسهم به الجماعة من جهود لإغنائه لأنه نشاط ميداني ظاهر للعيان ولا يسمح الوقت لاستفادة في ذكر ما حققته الجماعة خلال هذه الأربعين عاما من المنجزات بل ما حقق الله على يدها نذكرها تحدثا بنعمة الله علينا لافتخارا واستعلاءا فقد كان الإمام الأستاذ عبدالسلام ياسين رحمه الله يوصينا باحترام خلق الله والنظر إليهم بعين الإجلال والتقدير وأن لا نبخص الناس أشياءهم هذا الحضور القوي في الميدان هو الذي جلب على الجماعة بأس الدولة ونقمتها فهي في كل مرة تبتكر أساليب ماكرة لتشتيت صفها ومحوها من الوجود ظنا منها أن هدف الجماعة هو الاستلاء على السلطة وزحزحة الحكام عن كراسيهم ولا يختر في بال أحد منهم ما نكن لهم من الشفقة حرصا على مصيرهم الدنيوي والأخروي كما كان يقول الإمام المرشد رحمه الله تعالى وبهذه المناسبة نقول لمن يعادين منهم اربأوا بأنفسكم فضرباتكم المتتالية للجماعة لن تثنينا عن منهاجنا بل تزيدنا قوة وصلابة وتغلغنا في المجتمع فإن كانت الجماعة على الباطل فسيكفيكهم الله شرها لأن الباطل كان زهقا وإن كانت على هدي الله ورسوله فلن تضروها إلا أذن ولن تضرو إلا أنفسكم هدانا الله وإياكم سبيل الرشاد وبهذه المناسبة كذلك نريد أن نطمئن أبناء وطننا بأننا وإياهم ذات واحدة يسيئنا ما يسيئهم ويسعدنا ما يسعدهم وأننا لن نألو جهدا في الدفاع عن المستعفين والمظلومين وأننا مجندون في الدفاع عن الوطن وقضاياه ولن يهدأ لنا بال حتى ينال كل فرد في هذا البلد حريته وكرامته وحقوقه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها إن ما نراه من استفحال للظلم والفساد ونلمسه من مخططات خبيثة تستهدف الإجهاز على قيمنا وهويتنا بنشر الرذيلة في أوساط شبابنا وشاباتنا وما تعرفه بلادنا في الآونة الأخيرة من غزو صهيوني مكثف طال كل مرافق الحياة جعلنا خائفين على مصير مغربنا الحبيب فإن لزم كل مننا الصمت والحياد فسيدركنا الغرق جميعا ولذا تجدنا في كل المناسبات نوجه النداء لأطياف المجتمع نقول لهم هلموا إلى مائدة الحوار نرسي فيها قواعدا وأسسا نبني عليها صرح وطن يصع الجميع ويضمن لكل أبنائه حياة العزة والكرامة وطن تسوده الأخوة والتكافل والتعاون ولن تجد منا إلا إخلاصا وصدقا ووفا ولن نتخلى أبدا عن مبادئنا ومن ضمن هلاءات الثلاث التي رفعناها شعارا لا للعنف مهما أوذينا ولا للتبعية للخارج مهما كانت الإغراءات ولا للسرية التي نعتبرها سلوك سبيانيا يهدد أمن المجتمع وسلامته فالوضوح في الأهداف والمواقف أمر تربينا عليه ولن نحيد عنه أبدا إن شاء الله هذا نداؤنا لأبناء وطننا أما نداؤنا لأبناء أمتنا فإننا ندعوهم أيانا ألا نستجيب للدعوات الجاهلية التي تطير الفتن وتشعل الحروب والعداء بين الأخطار وبين الطوائف والمذاهب وبين العرقيات والأديولوجيات ندعو كل من له غيرة وتأثير في المجتمع من الربانيين والمصلحين والنخب والمفكرين أن ينزرعوا في جسم الأمة ويذكرها بالله وبالآخرة ويبث في أوساطها معاني الحب في الله ومعاني الفتوة والرجول حتى يتحرك كل قطر للتخلص من هيمنة الاستكبار العالمي وأزلامه في الداخل فإذا تحررت الأقطار واستعادت قوتها سهل بعد ذلك مد جسور التنسيق والتعاون بينها استشرافاً لتوحيد الأمة تحت حكم راشد قائم على العدل والشورى وحدة يستوجبها الشرع وتستوجبها المصلحة والمسؤولية فمسؤولية الأمة تجاه البشرية هي تحريرها من كل طغيان وإخراجها من الظلمات إلى النور طوعاً لا كرهاً هذا ما تفيده الآية الكريمة كنتم خير أمتين أخرجت للناس ووضعنا الحال لا يؤهلنا لأداء هذه المسؤولية أما إذا توحدنا وشكلنا قوة اقتصادية ونهضة علمية ووظفنا كل إمكانياتنا الهائلة المادية والمعنوية فسنكون إن شاء الله تعالى سنداً وعوناً وملاذاً للمستضعفين في العرض من كل الأجناس وسنسعى لتغطيد علاقة الأخوة الآدمية معهم لنقف سوياً في وجه الطغاة المستكبرين الذين يستعبدون الناس بغير حق ويستأثرون بثروات الأرض يحرمون الفقراء من حقهم منها فرسالتنا هي رسالة رحمة ومحبة وسلام والمرجو من إخواننا وأخواتنا في جماعة العدل والإحسان ومن كل المسلمين أن يرتقوا إلى مستوى هذه المسؤولية ليرى العالم تجليات هذه الرسالة في سلوكنا ومعاملاتنا ومواقفنا وفقنا الله لذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة